أهلا بكم من جديد أعلن قائد القوات الخاصة الكندية الجنرال بيتر داوي عن وجود 500 جندي كندي داخل الأراضي العراقية وقال داوي إن الانسحاب الأمريكي المخطط من سوريا لا يكون له أي تأثير مادي في المهمة الكندية في العراق وأضافين كندا تراقب عن كثب آثار انسحاب الولايات المتحدة من قواعدها في سوريا والإنعكاسات التي ستؤدي إليها الحرب ضد الإرهاب وأوضح إن قوته تساعد نظيرتها العراقية في مهمة القضاء على بقايا الإرهاب المتشدد حول مدينة الموصل بتخويل من الحكومة العراقية